اشتركوا في القناة السعادة الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة والسيد يونس سلمان مدير إدارة الإذاعة بوزارة شؤون الإعلام والإعلامين ناصر محمد طبعا نحن دائما نعيد هذه التجمعات خصوصا تزيد من النسيج الوطني خصوصا المباريات بين المناطق المختلفة تخلق الصداقات والتعارف وتقرب وجهات النظر وبالعكس هاي ما تعودنا عليه في البحرين وإحنا دائما في محافظة العاصمة نقوم بهذه الدورات وابتدينا أيضا في السابق بطولة لمراكز شباب في محافظة العاصمة اللي غير مشاركة في أنشطة الاتحاد فهذه فرصة لإثبات الوجود ما بين المراكز الشبابية للتنفس الأخوي الشريف والله الفريق دش بشكل متوتر ما دخلنا بالمستوى المعتاد من فريقنا يعني ما بين مستوى الأسبوع اللي الفات ضد حامل لقب الزلاك إلى اليوم المستوى يعني ما بنقول سيء بس كنا نقدم أفضل أعلن النادي المحارقة عن تعاقوده مع المدافع البرازيلي سامويل اللعبي في صفوفه خلال الموسم القدم والذي سيبدأ يوم الجمعة بلقاء فريق الحد في كأس السوبر حيث أصبح المدافع البرازيلي ثالث المحترفين بعد مواطني فلبين والسوري محمود الموارس